اهلا وسهلا بحضركم في تاني حلقة ان شاء الله هنتكلم يعني ايه software development life cycle يعني ايه ديب اوبس ويعني ايه الام اه دي حاجة بس جد اه بقى فيديو سريع ان شاء الله اه بصوره من الهند اه عنده سؤال او انا شكل هندي انا اي حد بشوهتني في الشارع بيجي تكلم عن هندي على طول وش كده من غير ما حد يسأل انت اه تمنين ولا اي حاجة الموضوع ده عمل لي مشكلة بس مش مهم اه نرجع تاني نتكلم اه اول حاجة دي عندنا software development life cycle sdlc. software development life cycle ده concept اللي بيكافر الاجزاء بتاعت السوفتوير من اول requirement analysis لحد deployment بس الاساسي بتاعه بيبقى في الحتة بتاعت software development النفسية. انه هو الترمنولوجي مفروب بيكافر كل حاجة بس الترمنولوجي لما بتيجي تتكلم على الموضلز اللي بيكافر ترمنولوجيز دي مسلا زي الاجايل والووترفول والحاجات دي كلها بتلاقي الفوكس بتاعها الكبير جدا على الايه على حتة زي عمل requirement gathering زي عمل design زي عمل development الحاجات دي كلها. وحنا ممكن نقول بسكل ما ان الترمنولوجي ده بيكافر الجوز الاكبر منحية الحتة بتاعت ال development. نيجي الهو والحاجات الاساسية عندنا في الكورس اللي هو devops. احنا ما نكلمنا في الفيديو اللي فاعت قاعدني نسترس ونفوكس قوي على فاكرة ال frequent releases و deployment اسرع ويبقى عندنا confidence و testing وحاجات دي كلها. وطبعا بتاعتنا بتاعتنا في يعني تقدر تقول maintenance و operations و deployment حتى ال devops زي عما تجي تفكر فيها كده وتشوف كل التوزز فتا devops و devops engineers زي عما بيعملوا ايه? هتلاقيهم مركزين اكتر على operations وال deployment وال testing والايه? والحاجات اللي هي لها علاقة بالاواخر بتاعت المشروع. طبعا وده مش 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 مجرد بيركز كده او بيركز برضو في برضو في development في حاجات دي كلها. بس الفوكس الاساسي بتاعه فين بيه في الحتة الاخيرة بتاعت deployments والحاجات دي. فيه expression تاني شامل واقعا اسمه application lifecycle management او ALM. ال ALM ده هو الترمينولوجي اللي بتكفر بقى اللي اتنين كله. انت لما بتقول مثلا ALM فانت معناها انك تقول software development lifecycle مع devops فده الامبريلا الكبيرة لتحتيها تقدر تقول عندنا devops وعندنا SDLC يعني احساب مسلا بنشتغل اجار بنشتغل ووترفول بنشتغل ووتيفر بنعمل devops طبعا اي حد يشتغل يعني غير لو بفعلا محتاج يعني بس ايه بس فبتشتغل طريقة اللي انت بشتغل بها في ال software development lifecycle مع ال devops والامبريلا تحت كل ده هو ال application lifecycle management فيه ارتغيل اللي هنحطه تحت بشرح الموضوع ده بشكل واضح جدا اه احطه تحت تحت فيديو من تحت واشوفك الفيديو الجاي يلو مع السلامة.